إذا الفلاح ندخله إزاي عشان يقتنع الفلاح ما بيقتنعش لبالمشاهدة إحنا بنعمل حقول مشاهدة دلوقتي على نظم الرأي الحديث سواء بالتنقيد أو بالرش وبنعمل يوم حصاد وتوعية من خلال الميديا اللي إحنا عاديين فيها بننزل الحقل بننزل لنوعية الندوات ومدرس حقلية الحقل المشاهدة بننزل يوم الحصاد بنخلي الفلاح يزور الأماكن اللي هي رأي حديث يشوف بعينه الزيادة في الإنتاج والفلاح نفسه اللي بتكلم عن مزايا الرأي الحديث الفلاح اللي هو عنده التجربة بيشوف دي دور الدور التاني اللي الدولة بتشجعه القيادة السياسية دلوقتي الاهتمام بقطاع الزراعي التوسع الرأسي فيه النهضة الزراعية رفع الكفاءة الماء وكفاءة الأرض دعم الدولة دلوقتي ومن خلال الوزارتين وزارة الموارد المائية والرأي وزراعة زي ما الدكتور حسن قال احنا في إعداد في النسبة للمليون فدان 500 ألف فدان وزارة الزراعة كانت بتقدم التصميمات مجانا للفلاحة بتنزل ترفع الأرض وتعمل تصميمات وترشح له شركات القطاع الخاص اللي موجود رشحنا فوق الميتشرك وينسيبه يختار وحددنا السعر التأدير الفدان 12 ألف جنيه تنقيط و15 ألف جنيه رش أو يوصل لـ 20 رش الدور التالي اللي بتأديه الدولة وشجع الفلاح وديه توجهات القيادة السياسية إن فيه قارض ميأسر مبادرة المنكي المركزي بقعد بحوالي 3 مليار بفايدة 3% أو 5% على 5 سنين طبعا ما فيش الكلام انه كانش المجدوء موجود قبل كده الخطة الجديدة في الأراضي الطينية التقيلة لـ 4 مليون فدان اللي الدكتور حسن تتكلم عنهم ديه إحنا في إحداد دلوقتي شيف البرتقول بيعدله من فترة إن بقارض الدولة بتساهم في دعم المزارع المصري بقارض بفايدة زيره الدولة تتحمل جميع الفايدة ويسدد على عشر سنوات من خلال قارض حسن زيره فوائد قارض حسن قارض محل احنا يمكن تم تطوير قبل كده الرأي الحقل 250 ألف فدان من خلال وزارة الزراعة ووزارة المعارض المعي والرأي حوالي 640 ألف فدان كان الواقع اعتمد كل على القروض من البنك الدولي والإفادة الأوبك لجنة الدين العام من 3 سنين قالت لا احنا الموضوع كبير ومحتاجين فلوس كتير هنعتمد على تمويل المحل والدولة تتحمل فرق الفايدة يعني حوالي مليارات عشر مليار دي شبكة الرأي في مصر انت بتسأل السؤال ازاي نقنع الفلاح المصري من آلاف السنين متعود على الرأي بالغمر والرأي الحديث بالنسبة له صعب شوي لكن بالإقناع ودعم الدولة وجهد وزارة الزراعة وزارة الرأي في دعمه فنيا والتوعية بيقدر يقبل الفكرة هي النتائج اللي هتعود عليه زي ما نتكالي عملها الفاوية دلوقتي لما بيشوفها عند المزارع اللي طبق بيقبل على تطبيق المنظومة